أربعين سنة القصة عمره أربعين سنة وصار أربعين سنة اه إذا القصة عمره أربعين سنة نعم لماذا اليوم؟ سبعة أكتوبر حرب على غزة وقفت لحياتي وعمري قطت على عيفتي وقفت تلفزيون جابي بدأت القصف وهذا وأنا هزأت وقلبي عم يقبط ويربط أريد شيء وقلبي عمي قلبي الوعي تمعين انفقت عن الوعي واحد عايش عم فتش على شيء عم فتش السنكي بالبحر عم بتفتش؟ السنكي بالبحر بدأ مره اللي أنا عم شوفها ابني مشرين ولميت المنظر اللي عم شوفها هذه وبدأ مره الشامل قول أنا ميت شو اسمه ابنك؟ محمد اللي قديش بفلسطين؟ من يوم ما خلق من يوم ما خلقه بفلسطين؟ فلسطين طيب قبل ما أفهم شو اللي وصله على فلسطين قبل ما أفهم تفاصيل القصة كيف وصله على فلسطين وكيف صار بعيد عن بيه من سبعة أكتوبر لليوم ما في أي تواصل؟ أبداً لا أعلم شيء قتلت خبّط لبّت شوف كذا مين؟ ماذا حدث؟ ولا إشارة؟ ولا أحد ولا حدث وما بعث لك ولا إشارة حياة؟ ولا أشار شيء كل شاب تفحلق بالتلفزيو تطلع حيات شخص جدي قصم عم يكتبه أساني هو من أين ساكن بغزة؟ بخان يونس بخان يونس تحديداً؟ خان يونس يكتبه غرينبر بلالي يونس تحديداً؟ شهدت؟ تطلع عقلي حيقتل والله يقوات عقلي بزوء بطير عقلي مني والله عفواب تعالي ما حدث ياك بقهور 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 بدي خبر طيب ميت بس أنا أقول أنت ميت بقول أنا ممكن تكون تبيت بدي أطمع طيب حوالت تتصل إنت؟ حوالت خط بسكر ما عم يعطيك غير الخطاء غير التغطي أصدقاء هونيك إلو أقارب إلو هونيك حوالت تتصل بالناس اللي بيعرفها؟ ما ما عندي اتصال ما عندك اتصال ما عندي اتصال ما عندي اتصال هو من سبعة الشهر لليوم ما أبداً من سبعة أكتوبر ما بعت لك ولا أي إشارة؟ ولا إشارة ولا حياة ولا موت ولا بخير ولا مش بخير ما بعرف ما بعرف أنت على الرقم اللي عندك إيه؟ الرقم اللي عندي إيه؟ لأبنك محمد الديماسي بدي أقول له ما في أبداً تواصل أبداً أبداً من سبعة أكتوبر غير التغطيل ما في أبداً أي إشارة حياة ما فيه؟ لا هو تلفن لا بعد إشارة حياة وهو تحديداً بغزة تحديداً بخان يونس ساكن وما أذرارك شوفار بخان يونس خان يونس بالأشياء اللي عم تشوف وبان أطواله وبالنساء وبانتشوف كلهم لقع بالأراضي غزة كلها مدمرة غزة مدمرة وخان يونس العنان ما الذي وصل محمود الديماسي لبناني من صيدة؟ لماذا ابنه من أربعين سنة في فلسطين؟ في 1983 عايشين كنا في السعادية بجدية تعرفنا على بعض وخصل الزواج في 1983 حصل الزواج محمود الديماسي لبناني من صيدة كان عايش بجده بالسعودية نعم تعرفت على سيدة نعم بجده نعم وتزوجتها وتزوجتها وبعد الزواج حصل طلاق بعد الزواج حصل طلاق؟ ثلاثة شهر أف؟ ثلاثة شهر لماذا؟ لم تكن طلبت مني الطلاق ما الذي سرع الطلاق؟ بعد ثلاثة شهر زواج ما الذي سرع الطلاق؟ جيت من الشغلي على البيت بلاتة مبوز من خار في شيء أشبك قلت لي أنا قل صراحة ما عاش بدي أكمل الحياة معا أف؟ أبدا أنا أتمر الطريقة أو بلعكي بقول الله حرة أنا حرة ما بدي ما في أمرأة بتقولك هي فقط هيك حرة إلا ما يكون في أسباب معين خاصة بعد ولا 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 تكي السبب بي وأنا زررت السبب بك والله بيعرف قبل ما تكملوا شتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس مبارس بس أنت ما كنت تعرف أنه هي حامل؟ طيب هي ليش بتخبي عن زوجة أنه هي حامل؟ خافت أنه عندما أخذت أخذوا أنا أحرمي وفعلت حملت حالة وفلت فلت عندها على غزة من غير المعارف ومن غير المعارف أو بسأل فجأة أقولوا سيقر وهذا يوم وهذا يوم وهذا يوم فجأة يمكن فوق سبعة ثمان تسعة سنين في صديق فلسطيني جارهم بغزة؟ بغزة بخبرني أنه جاء صبي قال لي ومارتك خلفت وجابت صبي وسيجلوه باسمك محمد محمود دماثي إذا هي بدها تخبي البي عن ابنه بس هي سجلت باسمه باسمه نعم يعني هي ما بدها تخبي هي ما عندها نية تخبي طيب هي كيف قدرت تسجل من دون موافقتك ومن دون ما تبعت لأنت الوراق لأنه هي مع هي وثيقة الزواج بس هي ما كان عندها نية تخبي هي سجلت ابنه باسمك أنت نعم يعني هي ما عندها نية تخبي نعم بس طب لا تخبيت عني الحقيقة أنت ما اسألت اسأل مين أستاذنا الكريم اسأل مين بس في ولد ما حدا بلغك ما حدا بلغني ما حدا بلغني شو السبب مبار حتى تخيّف اللي هو إجاز عنتي بيقول ما بلغني إنه والله إجاق صبي ولدت ليش في تعتيم على بي يعرف حقه ليش شو السبب مبار عتموا علي أول ما عرفت شو عملت عرفت الجنات كيف بدي أوصر كيف بدي أصير فيه كيف بدي أعمل علاقة كيف بدي أوصر ما كيف أنا لبناني ما فيني أوصر على غزة طي ما فيك توصل على غزة طي توصلت معه لا ما فيك عكو من توصل ليه ما أخدت الرقم من الصديق أو ليه ما أخدت العنوان من الصديقي اللي بلغك أنه أنت عندك ولد كان في حرص من طريقتي بأنه لا يتبلغ الصبي أنه بيه موجود أو حي أو إله أهل قف مشان هيك ما كانت تقدر توصل أبدا أبدا مين قالك أنه كان في حرص من طريقتك أنه متى ما يعرف ما يعرف ابنك أنه بيه بيه ما صديقي ما صديقي جران طيبية شو خبرت الأم شو خبرت ابنه هو عن بيه عمره تسع سنوات صار بيسأل بيسأل الصبي شو خبرته عن بيه أنه أنا إلي بيه إلي أهل تقول له أنا ما بعرف كان ومعيش عرفنا شيء عنه ميت طيب رايع جدا بعض الشياء أف أنت عرفت عندك ابن أم وما قدرت تتواصل معه أبدا لا اتصال لأنه كانت عم بتقول أمه للصبي مينعه أي حدا يعطيك رأم لأنه إلي للصبي بيه مختفي أبدا والأم سكرت سكرت الخط على هنا وأنت مانك قادر تروح على خانيوز وأنا ما قادر أروح على خانيوز وطع على غز كوليك اللبناني ما نمو ما عنديها عرمتني إيا لا شو السبب شو السر بتريحك الحقيقة طبعا بس الحقيقة يكون جارحة جارحة بس تريحك بس تريحك بنطل الوقت بدك تعرفها وشو مكان شو ما يكون شو قلت اللي اسمها دولة تخالد وحطها إذا شفتها اليوم تتذكرها ربعا ومن وقتها ما شفتها أبدا أبدا وما سمعت صوتها أبدا وأنا بحياتي أشعتها وبدك تعرف الحقيقة وبدك تعرف الحقيقة هي 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 لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر